طيب المعلومات اللي انت بتجمعها اكيد بتاخد وقت كتير قوي طبعا بتاخد وقت تدقي تقريبا لا كتير يعني ممكن فيديو واحد اعود اجمع معلومات 3 او 4 ايام في فيديو واحد يعني افضي نفسي 3 او 4 ايام لفيديو واحد بس ان انا عايز اجيب معلومات كتير لان انا كمان بعزل نفسي عن اي حد تكلم في الموضوع قبل كده في فيديو بخاف ان انا اتأثر باسلوبه او بطريقته او بالترتيب الموضوعات حتى بتاعته عشان محد تفرج علي ما اقولش انا سمعت ده قبل كده انا عايز اجيله بحاجة جديدة او ما اسمعش الموضوع ده قبل كده فبعزل نفسي تماما فعشان ادور على حاجة من الاول فده بيكون صعب عايز ترتب الموضوع مش عايز معلومة تفوتك وعايز تكون متميز عشان التعالية الحلوة اللي يجيلك في الاخر يقولك انت لميت للموضوع كله في دقيقة بسيطة انا بقيت فاهم الموضوع كله فلا الموضوع التصوير اخف من الاعداد بتاع الموضوع اكيد بالنسبة لي صراحة انه اصور ده بيكون اخف شوي لكن ان انا اعد ده بياخد مدة طويلة جدا جدا طيب بالنسبة للناس اللي هما بيحاولوا يعملوا محتوى مفيد يفيد ناس كتير ويوصلوا انهما يبقى عندهم ناس كتير بتتبعهم وبتفرجوا عليهم تنصحهم بايه اقولهم الصراحة انه يعني الحاجات الطرفيهية هي المنتشرة بشكل اكبر واي حد بيقدم محتوى علمي بيقابل في الاول صعوبات كتير لانه الناس ما تعودتش تشوف ده هو مش ساب المدرسة وروح البيت عشان يمسك الموبايل يسمع معلومة فعشان الناس روح البيت تسمع كمان معلومة لازم يكون انت عندك بقى حاجة مميزة تقدم المعلومة بشكل بقى بسيط ابتسامة خفيفة ضيف معلومة في وسط الموضوع لها علاقة بس معلومة تضحكه وحاول وانت بتقدم الفيديو ما تخليش اللي بتفرج عليك يفصل منك ما بقاش كله دسم 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 حاول انت في النص يبقى فيه فواصل بسيطة كده تخليه عايز يكمل تشويق اكتر فلا هو النصيحة اللي اقولها لأي حد بفكر يعمل ده في الاول الموضوع صعب جدا وده حقيقة على فكرة ووحتك صبر كمان جدا يعني الناس ما تفقدش الامل بسرعة بس هو ده طبيعي يعني على فكرة هتلاقي مثلا في مجتمعنا انه الدكتور اللي هو شاكله المهندس اللي هو شاكله المطرب اللي هو شاكله هكذا فانت داخل كارير حارف انه في النهاية شاكله هيبقى كده فكمل فيه استحمل اي حاجة صعبة في الاول بس خليك دايما فاكر اهم شيء انك بعد سنة اتنين تلاتة انت سايب رصيد حلو يعني الناس اللي بتشوف فيديوهاتك القديمة دي ده انت عامل رصيد كويس جدا مفيد لأي حد بيشوفه